دعم على المستوى السياسي لم يصدر من الإطار التنسيقي أو حتى من قبل حلفاء الصدر أو المعارضين له ككتل سياسية وأحزاب بيانة رسمية حول هذا الأمر كانت هناك فقط تصريحات شخصية لبعض القيادات في الإطار التنسيقي الذين قالوا بأن هذا القرار لن يحل المشكلة السياسية العالقة في البلاد وعلى الصدر أن يتراجع عن هذا القرار لكن صدر فقط من قبل كتلة أجيل جديد وهي كتلة كردية معارضة صدر تأييد لهذا القرار الكتلة أجيل جديد قالت بأن هذا القرار قرار صائب وأن على البرلمان حل نفسه وإعادة الانتخابات على ما يبدو أن هناك بعض التأييد لقرار الصدر خصوصا من الكتل المعارضة وربما سنسبع خلال أيام القليلة المقبلة تأييد أيضا حتى من قبل المستقلين على اعتبار أن الكثير من المستقلين ربما يميلون إلى فكرة الصدر بتأسيس وتشكيل حكومة مستقلة وحكوبة أغلبية وليس حكوبة وافقية هذا الأمر ربما فاجأ الجميع فاجأ الوسط السياسي وفاجأ الوسط الشعبي لأن الوسط السياسي كان يتوقع أن الصدر سائلين نوعا ما بعد إقرار قادون أمن الغذائي الذي طرحته كتلته النيابية داخل البرلمان وبالتالي فاجأ جميع الصدر بهذا القرار أما على المستوى الشعبي فالردود متباينة لكن أغلب الردود تؤيد هذا القرار وتقول بأنه لا بأس بالحل للبرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة أو حتى انهاء هذه العملية السياسية بالكامل والمجيء بعملية سياسية مغايرة يكون فيها أحزاب وكتل سياسية لم تشترك بالحكوبات السابقة محمد هل يقرأ موقف الصدر بأنه مجرد رسالة ضغط أم أنه من الممكن فعلا الاتجاه إلى الاستقالات وماذا سيكون تأثير ذلك على البرلمان يعني الاتجاه إلى الاستقالة أمر صعب نوعا ما لأن مسألة استقالة النواب الصدريين من داخل البرلمان طبعا في الدستور لا يوجد أي نص يشير إلى هذا الأمر لكن في العرف السياسي لن يتمكن البرلمان من تمرير رئيس الجمهورية وحتى رئيس الوزراء وربما القرارات المهمة أيضا لأنه يحتاج برلمان للأثوتي أعضائه وبالتالي استقالة نواب الصدر سيخل بالنصاب داخل البرلمان العراقي نتخلت عن 73 عضو بالفعل 73 عضو وربما ينتخلون الثلاثين لا لا يعني عدد 73 عضو ربما يؤثر على المجبن العام للأعداد لعدد أعضاء مجلس النواب وبالتالي سيختل النصاب يعني في البرلمان لأن البرلمان مكون من ثلاثمائة وثلاثين نائب وبالتالي هذا العدد ليس بالقليل أيضا كما أشرت أن هناك عدد من النواب بدأوا يفكرون فعلا طبعا هم خارجي التيار الصدر يفكرون فعلا بالاتحاق بفكرة الصدر بتقديم استقالاتهم على كل حتى وإن استمر البرلمان بعمله فإن الضغط الذي سيشكله استقالة نواب الصدر سيكون ضغطا كبيرا ليس على المستوى السياسي فحسب بل حتى على المستوى الشعبي لأن الصدر قادر على تحريك الشارع بشكل كبير ولا حظا ذلك خلال بظاهرات السابقة التي قادها وبالتالي إن شكل كتلة شعبية ضاغطة أو جماهيرية ضاغطة دنزلت إلى الشارع فإن العملية السياسية ستكون مهددة بالقطر إضافة إلى ذلك المراقبون يخشون من إعادة الانتخابات لأنه في إعادة الانتخابات قد تحدث تغييرات كبيرة في الأعداد وفي حجوم الكتلة السياسية وهو ما لا يريده العراقيون على الأقل في اللحظة الحالية ماذا عن المساعي لإقناع الصدر بالعدول عن قراره؟ بالفعل هناك مساعي بدأت باتصالات هاتفية طبعا لم تكن مباشرة للسيد الصدر لكن كانت لبعض القيادات في التيار الصدري من قبل الأحزاب الكردية خصوصا حزب الديمقراطي الكردستاني ومن قبل أعضاء في قوة الإطار التنسيقي وتحديدا من كتلة فتح بدأوا التصالاتهم لإخناع الصدر بالعدول عن هذا القرار على أقل تقدير وأيضا بعدم اتخاذ هكذا قرارات قد تؤثر على المجبل العملية السياسية لكن الصدر ربما كان يحذر الآخرين بأنه قادر على تشكيل الحكومة إن لم يستطيعهم الذهاب إلى تشكيل الحكومة فأنه سيضغط بقوة على تشكيل الحكومة وبالتالي قد يذهب هو إلى اختيار رئيس جمهورية ورئيس الوزراء مع الكتل الأخرى المتحالفة هذا الأمر وارد جدا مسألة أيضا يعني الاستقالات هو لم يقدمها أو النواب لم يقدموها إلى مجلس النواب بل هم وقعوها ووضعوها رهدا إشارة الصدر وبالتالي كل سيناريوهات يعني محتملة في المشهد السياسي العراقي المقبل حول هذه السيناريوهات يعني عندما هدد الصدر بأنه في حال عدم تشكيل الحكومة سنتخذ خطوات أخرى هل كان يعني هذه الاستقالات أم أن هناك خطوات أخرى ربما قد يتخذها لا يعني هناك خطوات أخرى ربما يعني يخفيها الصدر لكن الخطوات التي أعلنها إبا المعارضة أو الاستقالة من مجلس النواب الخطوات الأخرى التي يمكن أن يقوم بها الصدر هي أولا عرقلت مسألة تشكيل الحكومة إن أرادوا تشكيل حكومة توافقية المسألة الثانية تحريك الشارع العراقي المسألة الثالثة والأهم هو عدم يعني أو التحرك لعدم إعطاء شرعية دولية للحكومة المقبلة إن شكلت بدون الصدر على فكرة يعني القوى السياسية العراقية خصوصا الشيعية تدرك بأنه حكومة بدون مشاركة الصدر لا تنجح وبالتالي هم يحاولون بكل السبل إقناع الصدر لأن يكون جزءا من الحكومة المقبلة أو أن يكون أيضا الراعي للحكومة المقبلة مع التحاقهم في هذه الحكومة هم يحاولون إيجاد موطق قدم لهم في الحكومة المقبلة على اعتبار أن صدر حتى اللحظة هو الفائز الأول في الانتخابات والذي هي الحق في الكثير من الأمور يخشى أيضا أن يذهب البعض إلى المحكمة الاتحادية وأن تجد المحكمة الاتحادية قرارات جديدة قد تفسر مسألة انسحاب الدواب من البرلمان أو تقديم استقالاتهم وبالتالي هذا الأمر سيضر بالقوى السياسية الباقية الأخرى وليس الكتلة الصدرية ترجمة نانسي قنقر